هيا يا أطفال هيا نماتيا وقوم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا طبيقة كتوة كوكو وكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي أرغضوا والشاطر يوطينا الحل حكايا بها عبرة حكمة مثل معلومات وبها نور العب أعمو ياسي تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي شكرا 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 أحبائي شكرا إذن عمو ياسي فرحان سعيد جدا لراكم معه اليوم هنا انتم كذلك يا أطفال لراكم تشوفوا فينا إلا حبيتوا تحضروا كما أصدقائنا معلكم إلا توجهوا الموقع على الانترنت عمو ياسي للمشاركة للحضور بهذا الطريق إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل معلك إلا تروح الانترنت تكتب عمو ياسي تضغط على الزرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بي أحبائي لما تشاركوا لازم شفية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة وراح نكلموكم حتما موضوع اليوم في كل مرة نترقوا الموضوع معين أباكم موضوع اليوم وش هو موضوع يحبوا بزاف بزاف عمو ياسي هو موضوع اللطف لاجنتيس انتم عاروا تفايا أطفال لا وتحبوا اللطف إذن لازم نكونوا جنتي مع الناس نكونوا لطفاء اللطف جميل جدا هو من حسن الخلق أحبائي إذن في هذا الفترة هذه يوم 3 نوفمبر هو اليوم العالمي للطف سالة جورني انتغنشونال دولار جنتيس إذن العالم كله تبنى هذا اليوم باش نتوقفوا باش نحسوا الناس بلازم اللطف في المجتمع باش نعيشوا في راحة وأمان إذن كذلك كان يوم مهم جدا يوم 7 نوفمبر هو اليوم العالمي للكاتب الإفريقي وعند لكم مفاجأة من بعد بهذه المناسبة الكاتب وكذلك الأغنية مفاجأة نخلوها من بعد في بداية كل حسن نستقبله سعي البريد اللي جبنا لسائل أحبائنا الأطفال اللي يرسلونا عبر موقعنا الانترنات عموية 6.com بالضغط على زرار آراء ومراحظات من بعد نقراهم في الحسن في ركن الرسائل إذن رحبوا معايا بسعي البريد يلا تفضل 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 بريد لأطفال تحلى بريد لأطفال بريد لأطفال وش راك سعيب؟ لبس؟ لبس حسن والله ووهو جبت لنا اليوم؟ البريد بريد لأطفال إذن حطوا هنا في علبة البريد باش من بعد عمو يزيدي يقرح عمو يزيدي يفرح بزيف برسائل اللي يجيه من هذي الأطفال حتى الأولياء إذن مع السلامة شكرا 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 سعيب تحبوا الألغاز؟ نعم إذن اللغز اليوم يقول شيء ليست له بداية ولا نهاية شيء ما عندوش بداية وما عندوش نهاية إذن فكروا لغاية نهاية الحصة انتم وأصدقائنا الأطفال يمشو فينا بإمكانهم إجابة عن اللغز عبر موقع الانترنت عمو يزيدي بون كوم بالضغط على زرار جاوب عن اللغز إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمو يزيدي بون كوم تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد أحبائي بما أننا نحتفل في هذا الفترة باليوم العالمي للكاتب الإفريقي حبيتكم تكتشفوا معي اليوم شخصية كاتب عربي مهم جدا في هذا العصر وهو نجيب محفوظ مع الشهد فضلي شهد تحية تحية مساء النور يا أطفال اليوم سنتعرف على شخصية نجيب محفوظ نجيب محفوظ مؤلف روائي وكاتب روائي مصري يعد من أهم العدباء العرب خلال القرن العشرين ولد نجيب محفوظ في مدينة القاهرة في 11 ديسمبر عام 1911 ميلادي حيث ترارع وتلق تعليمه في جامعتها فتمكن من نيلي شهادة في الفلسفة ألف محفوظ على مدار حياته الكثير من الأعمال الأدبية وفي مقدمتها ثلاثيته الشهيرة وقد نجح في الحصول على جائزة نوبل للأدب ليكون العربية الوحيدة الذي فاز بها ولد في 11 ديسمبر عام 1911 ميلادي لعائلة من الطبقة المتوسطة في القاهرة بدأ نجيب دراسته عند دخوله الكتاب أكمل نجيب تعليمه الابتدائية والثانوية وبدأ اهتمامه يزيد في الأدب العربي خلال خمسينيات القرن الماضي تولى منصب مدير الرقابة في مكتب الفنون وكان آخر منصب له هو مستشار وزارة الثقافة تحول ما يقرب من 25 من أعماله الأدبية إلى سيناريوهات سينمائية تتركز أعمال نجيب محفوظ حول نمط حياة الشعب المصري حصل على عدة جوائز مهمة هي جائزة نوبل للآداب 1908 والوسام الرئاسي من الجامعة الأمريكية عام 1909 وشهدته الدكتور الفخرية من ذات الجامعة وفي عام 1992 جرى تكريماً عضوياً فخرياً في الأكاديمية الأمريكية للفنون والآدم وفي عام 2002 انتخب عضواً فيها توفي نجيب محفوظ في 30 أغسطس عام 2006 ميلادي في القاهرة وكان عمره 94 عاماً رحمه الله شكراً 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 إذن أحبائي نجيب محفوظ هو الكاتب العربي الوحيد اللي نال جائزة نوبل للأداب احنا نفتخره بالعلماء انتعنا وبالأدباء انتعنا وبالناس اللي يشرفونا تكلمنا على الكاتب الإفريقي تكلمنا حبيت اليوم تغنوا معي أغنية يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام الكتاب مهم في حياتنا يا أطفال يا أخي ها تحبوا الكتاب ها إذن يلا تغنوا معي يا كامل يا كتابي يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام فيك علم وعدوم أبتغي من هالمعالي لو أطالع كل يوم يا كتابي لا أبالي يا كتابي يا أنيسي يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام فيك أفكار كثيرة من تاريخ وأدابي وعلوم كم منيرة تفتح درب الصعاب فيك أفكار كثيرة من تاريخ وأدابي وعلوم كم منيرة تفتح درب الصعاب يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام فيك سيرة عن نبينا أحمد خير الرسل والصحابة التابعين كلهم كانوا المثل يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام فيك علم عن حياة أبدع الله تعالى حيوان ونبات كل ما يضع السؤال فيك علم عن حياة أبدع الله تعالى حيوان ونبات كل ما يضع السؤال يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام برافو 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 والجهل ضرام إذن العلم نور يا أحبائي المطالعة والمراجعة يا خياتفال وش رأيكم نروحوا لألعاب الخفاء يلا نروحوا مع عمو السليم لجانة مدينة بيجايا رحبوا معي عمو السليم تحية تحية عمو السليم لجانة مع صديقنا بيتشو من مدينة بيجايا فضلوا اشتركوا في القناة 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 شكراً شكراً لعمو سالم وبيتشو دركا كما قلت لكم زدنا فقرة جديدة هي فقرة هل تعلم في حيثة مع عمو يزيد ومن قلالها كل مرة نتعرف على معلومة يا أخي يا عفا إذن دركا راح نروح نكتشف معلومة مع ميليسا إذن تفضلي تفضلي ميليسا تفضلي تحية تحية ميليسا نساء الخير يا أسفل نساء المرور هل تعلم أن أغلب الناس الذين يحصنون على محفظة ضائعة يقومون بإرجاعها إذا كان بداخلها صورة للطفل؟ برابو برابو سبت سبت على ميليسا سبت سبت برابو 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 ميليسا برابو أحبائي إذن تبتت الأبحاث أنه الناس كيسيبوا بورتفاي ولا محفظة ضائعة كيسيبوا فيها صورة على الطفل أغلبهم يرجعوها لمالها يا أخي أنتوا بك تسيبوا محفظة ضائعة وش ديروا؟ ترجعوها لازم يا أحبائي إذن ودركة ريحة ميزيد يحكي لكم حكاية حكاية حسان المغرور يلا معي الحكاية إذن أحبائي كما وعدكم مقبيلة رح نحكي لكم حكاية حسان المغرور كل حكاية نحكيها فيها عبر باش تساعدنا للعيش في السلام بهذا المجتمع لأنه كان الناس عايشين معنا إحبائي والإحترام مهم جداً بعد النهار حسان هذا طفل صغير ولكن كان حس بروحه بزاف حس بروحه حس بروحه غير هو اللي أعرف يدير كلش غير هو الأقوى هو ويمشي ويستفز في الناس هكذا يمشي بعد ساب واحد صاحبه قالوا هيا يا نضربوا حنا قلبك صاحبه قالوا لا لانا عندي دروش تعير رح نرجعها مانديش لوقت باش نضرب معك انا يا أنا ما نضرب ش انا يا و راح و أخلاهم بعض راحح يحذير حسس ان يبشي يحوز عليك واحد راح حد صاحبه الثاني تاني قالوا ينضرب معي تساعدني تكرzo ساحبه قالوا هيا نضرب معي إذن راح نήElرياضة انا ما عليش لوقت باش نضرب لأنا ما نضرب ش انا يا اعطوا يبشي هكذا يستفز الناس بيتحبونش تداربوا معدي وتقلق هكذا تقلق حسان تقلق 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 بعد كي جاء دخل الدار هكذا زي ما هو الأقوى هو هو اللي يغلبهم كامل وكامل كي جاء دخل الدار كان تطاب له هكذا طويلة ما شافهاش درب رجلو مع طويلة هكذا هكذا كدك بزعف هكذا وكامل تكسر من رجلو الدواء السبطار دار ولول الجبس البلاط وقعد السرير دعوه ما يقدرش ما بيتحرك لازم يقعد ثم جاءت له يمه قتل شفتي يا وليدي قتل الغرور مش مليح شوف دركارك ضعيف ما تقدرش ما بيتحرك وانت البالح كنت حابة تضرب معك كامل الناس وكامل قتل الغرور الغرور والاستفزاز مش مليح يا وليدي عمو يزيد عمو يزيد نستخرسوا من حكايتها اليوم عن اللطفة مع الآخرين من سيماتي طفل الخلوق برافو 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 إذا يا أحبائي اللطف مع الآخرين مش تروح تستفز أصحابك تحب تضرب معهم تحب تنحينهم حويجهم لا لا لازم نكونوا كل طفل لازم يكون لطيف مع زملائه يا أخي يا أحبائي يا الله معي إذا أحبائي الغرور مش مليح الإنسان لازم يكون لطيف مع أصدقائه مع العائلة نتاعه مع الناس لما تروح تقضي لما تروح تدخل الدكان تمشي في الحي لازم تكون لطيف الحق ندرك الواحد الركن جميل جداً هو ركن النوكة تشكولي عنده نكتة جميلة جي حكيها العمو يدي قصة تكون تعريفة نكتة جميلة تشكولي عنده نكتة جميلة تعالى أخوات ما اسمك ولدي؟ وليد وين تكون وليد؟ في بن خليفة بو مردأس في بو مردأس الله يبارك حكينا نكتة تعالك ولدي كان واحد الأرنب سلح وفات كان يتسبقان حتى سلح 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 كان كان تخبأ في في الغابة آآ راح للغابة ما كملش سباق هو عم بلو راح يربح قال هاروح يروح ينباد الحق عليك ومبعد كينات صبها صبها ربحك أهي الله يبارك الله يبارك تشكولي عنده قصة تعريفة ولا نكتة جميلة يحكيها أنا تعالي بنتي تعالي بنتي وسمك صبرينا صبرينا وين سوف نصبرينا في حوسين داي حوسين داي هذا الاغز الركن البريد ونقرأ رسائل تاعة أصدقاءنا الأطفال اللي باعتوه منا بوبي شوفي لكين أصدقاء باعتونا رسائل باش نقرأوهم وانتم كذلك يا أحبائي إلا حبيتوا عمو يزيد يقرأ رسائل تاكم معلكم إلا توجهوا اللقاء إلى ترنت عمو يزيد فون كوم بالدقاء على زرار آراء ومراحضات شكرا بوبي تصفيقها تصفيقها على بوبي تصفيقها على بوبي الرسالة الأولى دار بيضاء محمد زاهر ثمن السنوات مدينة واتسلي وإلى يتشلف الله يبارك قلكم أريدوا المشاركة في الحصة تعمو يزيد للقيام بعيد ميلادي إلا محمد زاهر دار بيضاء من واتسلي معلك إلا تبعت خمس قاسمات من علب حالي برامي على العلوان التالي صندوق بريد 42 ألف استوالي الجزائر العاصمة ورح جيت تحتفل معنا بعيد ميلادك الرسالة الموالية مراح لي تاج تسع سنوات مدينة بوقرة ولاية البليدة خير الناس قلتكم أحب الحصة وأحب عم يزيد يا لي تاج لينا مراح تسع سنوات عم يزيد يحبك يحبك يموت عليك ولازم تشرفينا في الحصة إن شاء الله الرسالة الموالية برجة معتز تلت سنوات من مدينة دايرة الضلعة وليت أم البواقي إذن برجة معتز مدينة الضلعة وليت أم البواقي تلت سنوات قلتكم أريد المشاركة في حصة عم يزيد لأنني أحبكم حنا تلت نحبك وتحياتنا لكل سكن الضلعة يا صديقنا الرسالة الموالية بشوع ري تاج سبع سنوات مدينة بغاي وليت خنشلا خير الناس قلتكم أريد المشاركة في الحصة لأنها تعجبني إذن ري تاج بشوع عم يزيد يحبك ولازم تحضري معنا إن شاء الله سوف نكلمك حتما الرسالة الموالية عفان علي ثمن سنوات مدينة سيدي بالعباس قلتكم أريد المشاركة في الحصة من فضلكم إذن عفان علي ثمن سنوات من سيدي بالعباس سوف نتصل بك حتما برابو 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 أحبائي لحقنا دركا الركن الجواب عن اللغز شكولي عندو الجواب قال اللغز شيء ليست له بداية ولا نهاية ليست لها بداية ولا نهاية تعالي بنتي ما هو هذا الشيء؟ الدائرة الدائرة برابو 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 الدائرة ما عندها لا بداية ولا نهاية أعطيه الهادية تحا نعطيه الهادية تحا نعطيه الهادية تحا برامي على العنوان التالي سندق بريد 42 ألف استوالي العاصمة واليوم عندنا عيد ميلاد قردي يانا عبد الله حداشن سنة من مدينة وهران تفضل تفضل التحق بيا التحق بيا عبد الله تعالي أوليدي يلا عبد الله اروح اروح إذن عبد الله رسلنا بخمس قاسمات من علب حالي برامي وراء ومعنا اليوم بيش هحتفل بعيد ميلادو من مدينة وهران إذن إحنا راح نكامل نغنوله عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا يروح يجيبونا القاتو ديالو يلا هاي يولدين نغنولك عيد ميلادك أحلى عيد ربك تبلك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد من الغبيدك نتمنى صحة وسعادة وهانا إن شاء الله يرامي من ميلاد سانا وتعيش أيامها أفرار صح يا ربي من ميلاد سانا وتعيش أيامها أفرار يا بانين ويا بانات يلا نطير فارونا بس أنا مراح غني نفرح ونعشو أحلى الأوقات بس أنا مراح غني نفرح ونعشو أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بس مك أنتا زيبناها للا حلوى يا محلاها بس مك أنتا زيبناها للا حلوى يا محلاها موسيقى بابا ما يدولوه وصحابه ويبرغولوه وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوى يا جميل سنة حلوى يا جميل سنة حلوى سنة حلوى سنة حلوى يا جميل برافو برافو إذن عمو يا زيد إشارلك شماع دينوا معايا العدد تنزولي 11 10 9 8 9 6 5 4 3 3 1 يلا يلا برافو 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 إذن عبد الله قرديان عبد الله عمو يا زيد يهديك هاد الشهادة هي شهادة شكر لإنجاح تصوير حصة معا عمو يا زيد وأنتم كامل يا أطفال كل واحد رح ياخد شهادة باسمه باش يحتفظ بها كذكرى لمروره في حصة معا عمو يا زيد رامي رامي راعي البرنامج يهديك هاد الهدية الجميلة بمناسبة عيد ميلادك إذن أحباء أنتم تاني معلكم إلا تبعتون خمس قاسمات من علاب حليب رامي على العنوان التالي صندوق بريد 42 ألف استوالي العاصمة ورحين تحتفلوا بعيد ميلادكم أنا مقالي إلا نقولكم بقوة الخير سنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم الشروق تيفي نحبكم يا أطفال سلام لا تحزنوا حنال ودع يا أصدقاء كل الأيان في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين عجبتنا الحصة أنا كبيرة حقيقتنا أنا كبيرة ونتبع على الحصة حصة متقفة مسلية فيها تمد معلومات كافية وإحنا معجبين بعمو يزيد جيت من براقي باش نحضر تعمو يزيد واني فرحانة بالبزاف لخشاني جيت لعمو يزيد بها عبرة حكمة مثل معلومات وبها نور العفا جيت من برج منعين الحصة تعمو يزيد عجبتني بزاف وشاركو الله يباركا نحص علي